محافظة العاصمة برنامج ترابط الذي ينظمه معهد البحرين لتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة الداخلية عبر تقنية الاتصال المرعي وفي إطار تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وتكريس قيم المواطنة بحريننا وبمشاركة واسعة من أعيان وأهل محافظة العاصمة وأشر إلى أن للمحافظة أدوار مهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية تنفيذا لتوجهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية حيث وضعت المحافظة نصب عينيها ملف متابعة جهود الخدمات الحكومية المقدمة بل جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين تحقيقا لدورها في خلق قنوات تواصل بين الأهالي والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية واعتمدت المحافظة على أهم قنوات التواصل مع المواطنين والمقيمين بغرض نقل احتياجاتهم ومطالبهم للمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية ومتابعة حلها وقال إنه إيمانا من أهمية تعزيز قنوات ووسائل الاتصال مع الأهالي عمدت المحافظة إلى ابتكار أفضل الأدوات التي تساهم في جعل عملية الاتصال مع المواطنين والمقيمين بسيطة وفعالة واستغلت كافة الوسائل الحديثة لتكون على قرب من كافة فئات المجتمع وأتات هذه الخطوة لتزويد المنصة الإلكترونية بتقنيات النشر الإلكتروني كذلك لتطبيق دور احترازي خلال الأوضاع الراهنة حيث أصبح وسيلة للتواصل معالها لترجمة توجه التباعد الاجتماعي أحب أني أشكر مع أحد البحرين للتنمية السياسية على دورهم الفعال وعلى برنامج ترابط اللي أتاح للمحافظات التواصل مع الأهالي وشرح اختصاصات المحافظة ومشاريعنا وبرامجنا وفعالياتنا ودورنا في مكافحة كوفيد ولا شك أن توجيهات القيادة الرشيدة بالتواصل مع الأهالي وحل مشاكلها والتعرف عليهم كان للدور والأثر الكبير في الدور التي تلعب المحافظة وإن شاء الله نواصل هذا التواصل من خلال هذه المنصات اللي يبتيح لنا الفرصة لخدمة أكبر شريحة من أهالي محافظة العاصمة